السلام عليكم ورحبا بكم معي من جديد على قناتي وقناتكم قادرنا مع كرامي الله كنتم منها تكونوا فقط صحة و العفية كما كتشوفوا في هذا الصور اليوم سوف نساوه معكم واحد الاجناء سابلي بريستيج ديال العمرة و واحد في نيسان بلوز و الشوكولة بالنسبة للمقادرة عندي ميتين غرام ديال السكار جوجبيضات وعندي ميتين وخمسين غرام مابين زبدة حيوانية وزبدة نباتية درت نص نص مياه وخمس وعشرين مياه وخمس وعشرين او لا زبدة توريق مهم اللي بريدو كاس ديال زيت فلون كراميل واحد من هادو يعني الصغورين اللي كيكونوا بلا سكار كان عندكم كبير فغادي تاخدوا منه قياس واحد جوجمائي القاتس وعندي الدقيق ثماندي كيلو ديال الدقيق والدقيق كيبقى على حساب درجات متصاص كل نوع ديال الدقيق اول حاجة فبغيتنا يعني نربح الوقت غنخدم في الهاشوار خدمت الزبدة والسكار مزيان وغادي نضيف ليهم تاني حاجة البيض علاش ما غاديش نضيف الزيت انا كنضيف دائما البيض خصوصا إلا خدمتو بيدي إلا خدمتو بالهاشوار ماشي مشكل لكين لكتو غا تخدمو بيديكم ضيفوا البيض اولا لأنو مني كتديروا الزيت على البيض كي يصعب عليكم باش أنكم ذاك الخليط يجنس ليكم ضغية ضغية من بعد ما تحنت هذيك المكوينة كاملة يعني زبدة والسكار والبيض والزيت دا باش نو غادي ندير غادي ناخد واحد خدوا والبول او القصرية فين غاديت فين غاديت تعجنو وغادي ندير فيه هذيك المزيج دياليك اللي كيولي على شكل كريمة غادي نديرو وكننا نحاول أنني إلا بقات كتلة هكاية ديال الزبدة فراني كنحاول أنني نديرها بيديها ولكن أنا الحمد لله ما كانش تبقى لي يعني لك الكتلة ديال الزبدة بما أنو كانت الحارة رالله يخلفي لها كل شي ذاك الخليط غادي نضيف ليه إنك هذيال كراميل ومن بعد عاد غادي نقسموه كان نقسموه بشكل متساوي نقسموه في هاد المرحلة هذي لأنه إلا خلينا حتدرنا نطحن وقسموه فغادي نضطروا أننا نعجنو العجينة ديال الزبدة وهذا غادي نضيف هذيك الكيس ديال الكراميل من بعد ما قسمت الخليط وهنا غادي ندير لنكها ديال القهوة يعني واحدة غادي ندير فيها كراميل فلان كراميل ونكهة الكراميل والقهوة والثانية غادي نخليها هكاك بنكها ديال كراميل بوحدة هنا درت القهوة باش يعني المضاق كي يجي مختلف ومنعجنا وحدة كنخرجو من طبيعة الحال تقدروا تخرجو حتى ثلاثة ديال أشكيلات أنا كنطلب مني جوش ديال أشكال مني كان بدا كان نضيف دقيق فاشوفو كيفاش كندير أنا هنا خليت لكم الفيديو ما سرعتوش باش تشوفو أنني يعني تنحاول كنهزل عشينا وكنحطة فوق بعضها كنعطاه الخاطر لأنو مني كيكون الخليط بقي كرام جنو كيفما بريضو إنفوا أو لا مجرد ما أنكم كتبدو كتدفو الدقيق فكتبقاو غيب أطراف الأصابع كما كنوريكم هكايا حتى كيتجمع لكم وما خصش الخليط ديالكم يكون قاسح بزاف حتى كيتفرتت وما خصوش كدلي كيبقى هكايا مطلق بزاف القوام دياله القوام ديال السابلي راه معروف يعني كيكون هكايا شوية قرد فراثو بلا ما يكون جاري أولا بلا ما يكون تيتفتت وباش كتديروا التست ديالكم منين كتجمعوا العجينة كنندوزو هكايا صبع نفس العجينة يعني كنفحلا غنديروا واحد العلامة في العجين اللي تتخلينا نعرفوا بأنو العجين ديالنا راه ناجح أنتم موريشكم القوام ديالها وغادي هكايا ندير لها هد الخط هذا يعني كتكون صابلي راه معروف على بات صابلي صفي وغادي نديرها في واحد البلاستيك هدائي وبنفس الطريقة غادي نخدم الكمية الاخرى او للنصف الاخر غادي نضيف له دقيق وحتى هو غادي نديره في واحد الكيس غدائي سفي هذا مكان وغا ناخد المطلق او للمدلك وغادي نبدا كنطلق العجينة ديالي على الطول ديال البلاستيك هنا أنا ما غادي نديرش واحدة على واحدة فغادي نخلي ماشي رقيق بززاف غادي نخلي واحد السمك لبأسة به يعني ما وصلش ما وصلش لواحد سنتيم عنو الصابلي كيكون كيكون صغير وزيد عليها غادي نزيل له واحد طبقه واحدة غادي يكون فيها الباتا شوكولات وواحدة غادي يكون فيها الشوكولات يعني غادي يجي الحجم دياله هو هاداك بغيتوا تلسقوه فكتديروه رقيق سافي كنزرحها هكايا اللي يعني هادوك بجوج كنفرق بيناتهم غير باللون وحدة رقيقون اللون ديالها مفتوح واخرا كيكون اللون ديالها مغلوق شي شوية وغادي نديرهم في تلاجة بيدمن نوجد يعني دك شي باش غادي نفيني ومن بعد غادي ندخلهم غادي نبدك نطبع فيهم باش نطيبهم هادي غادي نوريكم هادي اللي فيها القهوة والكراميل الشتولون ديالها راه شي شوية غامق على الاخرى غادي نطلقها على البستيك هكايا وغادي نبدك نطبع فيها كيما قلت لكم العجينة ديال السابلي متتبغيش بزاف ديال المانيبولاسيون باش كتبقى لينا مزيانة يعني مينة نكون تنطلق فيها متنبقاش كنخدم يدي بزاف لانو حرارة اليد راه غادي تخسر لينا السابلي صافي من بعد ما طلقتها غادي مدا كان قطع فيها مهم انا هادا دل القطع هادي مربعة هي اللي غادي ندير فيها ديل العمراء عمراء مباركة بلا باتا شوكولا وغادي ندير واحد القطعة واحد اخرى انا عطيتكم لاباس ديل السابلي اللي تنخدم بها انا وكتجيني ناجحة وكتعجب الكليان ديالي وانتوما من طبيعة الحال غادي تديروا اي قطعة عندكم الإسانسيال هو ان العجين يجينا ناجح كناخد العجين ديالي اولا كناخد دك السابلي ديالي وكنبدا نديرو في صافي حمد هنا بالزيت بالنسبة لدك الشيلي تيتبقى ما كان عجنوش يكي ماشتو كنهزو ماشي حتى بيدي غيب البلاستيك صافي وكنحاول انو ديالي تخاص ديال البلاستيك ما نخليه مش هكاياك فوق السابلي وتنبدا نطبع هادك الاوفال غادي ندير فوق منو شوكولا وغادي نزينو باللوز وشوكولاة لموتيف ديال الشوكولاة صافي ما بعد ما امرت هادوك السنوات ديالي غادي ندخلهم مفران والسابلي تيبغي الخاطر في الطياب في جميع الفيديوهات ديالي تنقولها ليكم هنا خديت سيليكون دود شوكولاة انا خدمت هنا بشوكولاة مكاو اللي زايدة فيه نسبة ديال كاكاو كيجي شوية بنين انتو ما غا تخدموا اللي حسب الطالب ديالكم اولا طالب ديال كليان ديالكم شوكولاة مكاو يعني التامان ديالو كين فرق ديال 11 درهم ما بينو ما بينقالا بالنسبة للكيلو وانتو ما غا تخدمو ومن طبعه الحال مبعد غا نعطيكم الطريقة كيفاش غا ديت حسبو الثامان وبشي حال انا خرجت هاد العجناء هادي اول حاجة هدا هو الكراميل اللي كنت صبت معاكم خديت منه واحد المقدار هادي كزلاة فتا تشوفها ديالا بحالك الكراميل شي مصخه هدا كراعي شوكولاة باش باش نتفادها شي شي غماركو مرحبا يعني بنتي قعداتكم ما في اللي غسل المعين صافي ونندير هكاك هادو هو الصابلين بعد ما طاب شوفو كيفاش جاء جاء الطيبة ديالو يعني ما تكمش بقي في قياس ديالو هو هاداك ما تكمش ما تبدل شكل ديالو متاشي حاجة القليك الكراميل عفوا ندرت ليه شوية ديال غلوكوز باش كي يولي عندي يعني هكا يكي يقبط ليه فيه دك الكوكا ودك الشوكولات او لا اللوز عفوا انو الفينيسيون ديال الصابلين لي كيكون بزبدة سبيشال كنديروها باللوز صافي هادا ما كان كان دهن لي هاداك الوجيه ديالو وكان حط اذيك شوكولات وغادي نبدا ما كمقاش نقص بزاف ذاك الشوكولات لانو يعني دب الحرارة مقا نقصو فيه بزاف هدي بقاولة راس ديال الصباح فخدمو خدمو خدمة نقية كتحطوها كيا كيم مديرا دبعنا كتحطو تيك السابلي في الكف ديالكم او لفوق صباعاتكم صافيو كتبدو كتهزو داك اللوز كونكاسي او للإفيلة مهم الكونكاسي كيجي حسن لانو ما كيبقاش بزاف ديال اسباس باش نديرو لإفيلة صافي وغادي نبداو كان نزول اللوز هاكايا وكان حطوه ومن بعد كان يعني كنديرو له واحد هاكايا بحلا كننفضوه واحد مفيدة خفيفة كما غادي تشوفو معايا باش كنزول الفائد ورا هاداك يعني منين كيبرد داك الكراميل السان بوغسان محدو هو كيبقى في الحلوة محدة يعني اللوز ما كيتحيد وكيما قلت لكم الكراميل انا خديت هنا يا واحد القياس ديال اربعة ديال معاكبار عامرين مزيان ديال الكراميل وضفت معاهم ملعقة ديال غلوكوز راهم ما كتضيعش لكم بتاتا الماضاق ديال الكراميل صافي من بعد ما ساليت هاديك سميزو دكتزين ديالي خديت هنا شوكولاتة بيضاء ودرت عاف واحد لا بوش مهم ديرو كورني ديرو بوش اولا ديرو بلاستيك ردائي كيبقى لكم اللي حسب متوفر وكل واحد باش كيبغي يخدم صافي وغادي ندير خطوط من الفوق باش كنعطيها كيك نفتح لها اللون ديالها وكيكون شكل ديالها النهائي هو هادا كتجي الصراحة زوينا لا في الماضاق ولا في المنظر هنا ديكلابات شوكولاتة اللي صاوبت معاكم في الفيديو اللي قبل من هادا تلقتها ضروري ما تستعملوا الميزينة مهم كان تلقوها بالميزينة وعندي داك المرشوم ديال عمرة مباركة كان دوزو في الميزينة لانو ديكي كتبه الى ما دوزناش في الميزينة را غادي تلتس قليكم سافي وتنقطع وغادي ناخد نفس القطاعة اللي خدمت بيها السابلي وغادي نقطع بيها حتى هي اجينا ديال الشوكولات باش كي يجيونا قد قد والفائد ديال النشاة كنحيدوها كبشي بانسو اللي تيكون خاص بالمطبخ هاد شي اللي كان كان قطع بنفس القطاعة ومن بعد من طبيعة الحال باش غادي نفيني هرا غادي تشوفو را كي يجي قد هنا كنوريكم بانو العجينة اللي صابت معاكم كما قلت لكم في الفيديو ارا منين عجينة شوكولات اي لون منين كتخليوها تتبات تتبرد تتعطيكم اللون كتر انا اللون ديالها هنا يا را اعطاني مزيان عكس الفيديو اللي حتيت لكم كانت يالله صيبتها يالله يعني قديتها كيكون اللون ديالها فحلة شوية ما زل ما واخدش حقه صرفى هاد شي اللي كان او غايكون هاده هو الشكل التاني بالنسبة الفيديوسيون ديالو كان فينيه غير بهاد الفيديو شوكولا وبالكارامل وكان زيد ليه واحد النكعة ديالت القهوة كن زيد ليه واحد الرويس ديال المعلقة ديال القهوة انا زلافة ديال الكارامل اللي صابت معاكم مرة ما خدمتش بها كاملة تعني ارا خدمت غير بنص ديالها ولاخرضو تلو هايد القارامل và هادا زيطليه انك ديال القهوة لانو العاجين ديالو فيه القهوة هادشي لي كاين كندير غير واحد المسحة خفيفة ديال هادك الكرامي الكافي وغادي نزل فوق منو داك لموتيف ديال لباتا شوكولا وهنا عاد غادي نعرف بانني ركنت انا اخدت ده ما فقنت والكاميرا فقط مهم خديت هنا يا داك الملمع غدائي معنديش البنسو رقيق ما عرفتش في المشالية و بتاكرت اولا مهم جداد شي جوية خديت واحد الكوتانتيج لي يعني ماشي ضار اننا نخدمو نقدرون نخدمو حتى بصبعنا غي هو بالنسبة لصبعنا غادي يعني ديك الاباتا شوكولاك حلا غادي تقاسلينا الوغ كان غتصوف واحد شي شوية ديال الما يعني ماشي بزاف وتنبدا تنهز هادك الان ندير فيه شوية ديال الساتين ما كان خليش عامر بزاف الاشتور يعني تيبان بحل ما هزتي شي حاجة صافيو اصلا ديك الكتبات اللي تتكون في الاباتا شوكولاك تتكون بومبي صافيو كان بدك ندوز عليه كما كيبان لكم هكيا في الفيديو كان دوز غير بشوية تيبغي الخاطر هادشي بالنسبة الفينيسيون ديال السابلي بلاباتا شوكولا وبهادشي ديال الكتابة او لا ديال هاد التلوين هادشي هاد الفن تشكيلي هادا راهتها يبغي الخاطر تيبغي الخاطر وتيبغي انك يعني الفينيسيون باش تفيني الحبة ديالك مزيان اعطيها وقتها صافي هادشي اللي كين كنت باقي لديك الكتبات كاملة بالضوغي او لا با هي هادك ملمع غدائي وغايكون هادا هو شكل ديالك نتمنى انني نكون فتكون بالنسبة الاجنة ديال هاد الصابلي هادا في نيسيون باللوز وشتو يعني خدمت وزبادة سبيسيال مهم شتو المقادر كاملة فانا كنخرجها بميتين وثمانين درهم لانو كين شوكولا كين لباتا شوكولا كين هذا صافي هادشي اللي كين كنتمنى انني نكون عطيتكم معلومات اللي غا تكون فاتكم خصوصا للناس اللي كيخدموا لي كوماند بالنسبة الاتمينة وبالنسبة العدد الحبات صارح خرجت لي تقريبا شي مية وخمسة او لمية وسبعة ديال الحبات هادشي اللي كين اللي عجبكم الفيديو وصلتوا حتى اللي هنا ما تنساونيش من واحد اللايك والكمونتار زوين بحالكم خليت ليكم مراحة ولهنا سلامة